في كتير تحديات اليوم عم نواجهها مع شبابنا ببعض العادات الغير صحية وهذه العادات الغير صحية ممكن تؤثر سلبا على صحتنا وخاصة على القلب فما هي هذه العادات غير صحية اللي ممكن يقوموا فيها الشباب؟ أول شي صباح الخير إليك صباح الخير لفريق العمل شكرا كتير على الفرصة حتى نحكي عن منع أمراض القلب كتير حكينا في مرات سابقة عن علاجات أمراض القلب والأساليب المتقدمة بس الأهم من هذا الكلام كله الحكي عن منع أمراض القلب لما نحكي عن أمراض القلب نحن نشمل أكثر من جزء منها جزء شريين القلب، كهربة القلب، صمامات القلب وعضلة القلب بالعادة لما نحكي عن أمراض القلب معظم الناس يتفكر بشريين القلب والعادات اليوم سنحكي عنها اللي هي العلاقة مباشرة بشريين القلب وإنسادات وتضيقات شريين القلب من أكثر العادات المنتشرة السيئة في مجتمعنا وخاصة بين الشباب رقم واحد بلا منازع التدخين التدخين هو من أكثر العادات السيئة الممكن تأثر على صحة القلب وصحة الجسم بشكل عام الشغل الثاني الموجودة كمان هي قلة الرياضة العالم كلها الله يعينها قلة مشغولة بين حياة اللومية ما بين الشغل وما بين المسؤوليات الأخرى فمننزل في الرياضة ما بتكون بشكل دوري بالإضافة إلى استرس الحياة والأكل غير الصحة صحة لأيك الله يخليك يعني بالضبط والتعرف مبارح كنا عم نحكي عن شغلة كتير مهمة وهي أيضا هناك دراسات تقول أنه حتى بأوروبا الناس لا تمارس الرياضة بالطريقة الصحيحة أو بالوقت الكافي لحتى تقدر أنها تكمل حياتها بشكل صحي فهذا فعليا عم بكون واحد من الأمور الأساسية لحتى نحافظ على صحتنا مئة بالمئة الرياضة من أنا داما بحكي للمرضاي الرياضة هو أفضل دواء ممكن تاخده لإلك هو الرياضة ولما نسأل للناس عن الرياضة أول إشي بيفكروا فيها هو الجيم والويت والتريدميل لكنهم لا مجرد مشي بسيطة على المغربيات في المنطقة حوالين البيت لمدة تلت ساعة لنص ساعة هي كافية إنها تكون تعتبر رياضة جيدة في أيام الأسبوع نعم هناك العديد من الشباب اللي عم بقوموا ليس فقط بعادات سيئة كالتدخين والأرقيل اللي إحنا بنعرف هذا نمبر ون ولكن أيضا مشروبات طاقة حبوب نشاط عشان الجيم بروتينات مش مأخوذة بالحسبان وبالشكل الصحيح يعني هذا كيف ممكن يؤثر على صحة قلبهم حتى بس نفصل الأمور بشكل أدق شوي بالنسبة لمشروبات الطاقة ما فيه دراسات أثبتت أنها بتزيد أمراض الشرايين ولكن مشروبات الطاقة إلها علاقة بزيادة ضربات القلب غير المنتظمة بالرفة الألب، ضربات القلب الزائدة حتى الرجفان الأذيني بمشروبات الطاقة نعم نتيجة زيادة نسبة الكافيين فيها لما نيجع على موضوع الهرمونات والأشياء الممكن تأثر لزيادة الكتلة العضلية فيه دراسات أثبتت أنها ممكن تزيد نسبة جلطات القلب وتديقات الشرايين طبعا لما ندخل على موضوع الحبوب والمخدرات هذا موضوع منفصل صعب نشمل مع مشروبات الطاقة فيه ظلم لمشروبات الطاقة ولكن الحبوب والمخدرات طبعا إلها آثار ليس فقط على القلب ولكن على الجسم بشكل عام ما بين كهربة القلب ودربات قلب غير منتظمة وأيضا الضعاف عضلة القلب وأيضا إنسدادات وجلطات القلب كلها إلها علاقة بهذه الفئة من المخدرات والحبوب نعم هناك أيضا ربما بعض الأمور اللي ما بقوموا فيها الشباب لأنه بعتقدوا أنه هن كتير صغار الفحصات الدورية أنا لي بدأ أروح لدكتور قلب أنا لي بدأ أعمل شاك أب على قلبي أنا لي بدي أزور الطبيب أنا لسه صغير بعد الأربعين بعد الخمسين فأديش اليوم الفحصات الدورية كمان ممكن تكشف لنا عن بعض الأمراض بشكل مبكر سؤال جدا مهم لأنه إحنا أمراض القلب هي شيء تراكمي على مدر السنوات ما بين تأثير الضغط والكوليسترول والسكر إلى أن تصل لموضوع انسداد الشرايين أو لا سمح الله جلطة القلب فإحنا بنبلش الموضوع المنع من سنوات مبكرة جدا للسيطرة على هذه العوامل حتى ما ننتهي لا سمح الله على عمر الأربعينات أو الخمسينات بجلطة كبيرة للقلب قد تسبب لا سمح الله الوفاة فالفحصات الدورية هي بتبلش بزيارة الطبيب لتقييم العوامل الرئيسة في أمراض القلب ومنها قياس الضغط فحصات الدم الدورية قياس مستوى السكر قياس الكوليسترول وقياس الدهنيات حتى يكون في عنا تقييم لعرضة هذا الشخص لأمراض القلب وبعدها منصنف هذا المريض إلى أنه عنده فئة منخفضة الخطورة فمنحكي لهم ممتاز استمر على ما أنت عليه ونشوفك كمانا كم من سنة فيه ناس بيكون عالية الخطورة مرفوضة نبلش مع بعض أدوية حتى نعدل هذه الخطورة عليه وفيه ناس بيكون فيه فئة متوسطة تحتاج إلى فحصات أخرى حتى نوضح نسبة احتمالية إصابتهم لأمراض القلب في المستقبل نعم علامات اليوم ممكن تشير إلى أن هؤلاء الشباب هما أكثر عرضة لأمراض القلب هلأ أمراض القلب الأعراض الاعتيادية تاعتها اللي هم رفت القلب دربات القلب غير منتظمة آلام الصدر وضيقة النفس اللي تلمروه مش قادر أعمل اللي تعودت أعمل عليه هذه الآثار اللي هي لما بلش أمراض القلب تظهر عندنا احنا بدنا نرجع إلى جارجات لورا اللي هي أنا عندي أمراض قلب ولا لا للأسف معظم أمراض القلب بتكون صامتة أو عواملها صامتة ما بين الضغط والسكر والدهنيات فتحتاج إلى فحصات وزيارات الطبيب لكشفها في بعض الناس عندهم علامات بسيطة مثل الصفار اللي تحت العينين اللي بيؤدي أنه فيها ارتفاع الكوليستيرول ومن أهم العلامات الواحد ممكن أنه يكتشفها على نفسه اللي هو والده وأخوه الكبير والتاريخ العائلة تاعته إذا والدك لا سمح الله صار فيه عنده جلطات على القلب على العمر الأربعين والخمسين فأنت أكيد عندك من هاي الجينات فبلش على حالك من عشر خمسة عشر سنة قبل سن الوالد أو الوالدة اللي صار معهم المشاكل حتى نمنع حدوثها لا سمح الله أو على الأقل نقلل من حجم المشكلة إذا صارت نعم دكتور هل تخطيط القلب ممكن يغرفنا إذا فيه احتمالية لبعض الأمراض تخطيط القلب اللي هو للي ما بعرف هو تسجيل لكهرباء القلب في الوضع الطبيعي فحص جدا سهل من عمل في العيادة هو فحص جيد إذا كان طبيعي فهو مطمئن ولكنه محدود محدود أنه قديش يعطينا فكرة عن أمراض القلب ونرجع ونأكد أمراض القلب واسعة جدا صعب جدا أنه تخطيط القلب فقط يعطينا إياها بس هو مؤشر جيد كبداية تقييم للمريض حتى يكون خطوة في تقييم المريض ويدلنا على الخطوة التالية اللي منحتاجها لتقييم وعلاج المريض نعم هل هناك مؤشرات تشير إلى ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض القلب عند الشباب في الأردن؟ نقطة جدا مهمة الآن بغياب الإحصائيات الدقيقة عندنا في الأردن للأسف بس هي ملاحظات من أهل الخبرة من زملائي ومن حتى ما رجعنا على الأردن أنا صدمت بعمر الشباب اللي عندهم جلطات القلب نعم بالعادة إحنا متعودين أن يكونوا في الستينات سبعينات ولكن في الأردن عندنا في الثلاثينات والأربعينات وحتى أواخر العشرينات مرة بعمل قسطرة لشب في 35 سنة بحكي له شو أول مرة بقول لأ دكتور هي ثالث مرة باجي على القسطرة فاستغربت أنه أنت عمرك صغير فعندنا إحنا لعمر الصغير في أمراض شرايين القلب إشي فعلا ملفت للنظر من نفسي ومن زملائي نعم ولكن تحليله هي العادات الصحية الغير صحية اللي منقوم فيها في عادات صحية غير فيها قد يكون في عنا جينيا في منطقة الأردن معروف في عنا إحنا مثلا في الـ guidelines في الدراسات أن الـ South Asian في عندهم زيادة نسبة هل هذا الكلام موجود عنا في هذه المنطقة أو لا في غياب الدراسات صعب نحكيها بس حتى في علاجاتنا للمرضى كميات ارتفاع الكوليسترول للمرضى اللي بشوفها ما كنا نشوفها ولا في أميركا فالأمور فعلا فيه إشي غير نعم أكيد أكيد دكتورو أكيد يعني دائما منقول فيه نخزات بتكون بالمعدة ممكن تكون مغلوطة بتكون هي جلطات مظبوط هلأ التداخل ما بين أعراض القلب الجهاز الهضمي العضلات الخارجية تداخل معروف وهو هون مسؤوليات الطبيب والمريض يشتغلوا مع بعض حتى يعرفوا هذه الآلة من وين جاية نعم دكتور يعني يطول الحديث في هذا الأمر شكرا جزيلا لوجودك معنا وأهلا وسهلا فيك شكرا جزيلا لأيك